اهلا بكم اعزائي المتابعين معاكم الدكتور تامر النهاردة هنتكلم عن الاكسوجين والعلاج بالاكسوجين او الاكسوجين ثيرابي ازاي بنعالج العيان بتاعنا بالاكسوجين وازاي بنختار له القناع المناسب ليه او المسك المناسب ليه وازاي بنستخدمها وازاي بننقل من مسك للتاني وازاي نستخدمه مع مختلف المرضى العلاج بالاكسوجين وازاي بنزوده للعيان وازاي بنقلله للعيان وامتى نوقفه وطبعا استخدام الاكسوجين لازم يكون تحت اشراف طبي بالكامل وما تنساش في البداية اعمل لي لايك للفيديو الهوى العادي اللي احنا بنتنفسه بيكون فيه 21% منه اكسوجين و78% نايتروجين و1% ثاني اكسيدي الكربون على ارجون على مثان على غزات اخرى يبقى نسبة الاكسوجين في الهوى بتاعنا 21% والاكسوجين اللي احنا بنتنفسه ده مهم جدا جدا لكل خلية في جسمنا والكل عضو من اعضاء جسمنا حاجة حيوية جدا الاكسوجين فلو بدأ الاكسوجين ده يقل في جسم المريض زي بعض مرضى كورونا بعضهم لو الاكسوجين بدأ يقل عنده ممكن يبدأ يحس بنهجان يحس بألم في الصدر توطر عرق واعراض تانية زي كده وممكن لو الحالة جديدة او الاكسوجين نقص بشكل كبير ممكن يعمل فشل في وظائف الجسم وممكن يؤدي الى الوفاة لقدر الله وبالمناسبة نسبة الاكسوجين الطبعية لما تيجي تقيس الاكسوجين بالبالس اوكزيمتر لاي واحد طبيعي المفروض يكون من 94% ل98% وقبل ما اتكلم معاك واقولك ازاي بنستخدم الاكسوجين للعيان وازاي ننقل من ماسك لماسك لازم تعرف ان الاكسوجين ده دواء احنا بنستخدمه دواء واي دواء زي ما بيبقى ليه منفعة ممكن يكون ليه اضرار واحيانا قد تكون اضرار خطيرة فمش بنستخدمه كده وخلاص ومثلا من بعض الاضرار دي ان العيان ممكن يحصل له جفاف في الاخشية المخاطية ممكن يحصل عدوى في الاخشية المخاطية الانف والفم والحاجات دي وممكن يحصل نزف منهم ممكن يحصل مشاكل في العين بسبب الاكسوجين اللي بيخرج من المسك ويتسرب ويجي على العين ممكن يحصل مشاكل في جلد الوجه مكان من تبركب المسك مسلا او في الاوزن ويحصل فيهم عدوى او نزف او اشياء زي كده ممكن يحصل حاجة اسمها تسمم بالأكسجين والعيان يكح أكتر ويحصل له مشاكل في التنفس أكتر وبديبقى حاجة خطيرة دي كانت بعض الأضرار مش كلها فيه أضرار تانية للأكسجين وعشان كده عايز أقولك إن مش أي عيان بينهج يبقى محتاج أكسجين في عيان بينهج عشان عنده جلطة في القلب مثلا فلو هو عنده جلطة في القلب وأكسجينه كويس مش بنديه الأكسجين عيان عنده أنيميا فبينهج لا نعالج السبب مش نديه الأكسجين دواعي الاستعمال الوحيدة للأكسجين هي نقص الأكسجين لما يكون عيان أكسجينه قليل عيان هايبوكزك هو ده الوحيد اللي نحط له أكسجين أما لو كان النهاجان ده بسبب آخر نعالج السبب بدون ما ندي أكسجين ونبدأ بقى موضوعنا على بركة الله يعني إيه أكسجين ثيرابي؟ يعني إنك تدي للعيان بتاعك أكسجين بنسبة أكبر من اللي موجودة في الهواء إحنا قلنا اللي في الهواء 21% يبقى هندي العيان بتاعنا أكتر من 21% طيب هو التارجد بتاعك كام أو الهدف بتاعك كام؟ الهدف بتاعك إنك توصل العيان بتاعك للطبيعي يعني مثلا لو شخص طبيعي ما عندوش أي مشاكل قبل كده المفروض إن إحنا نوصله من 94% لـ 98% وفي رأي بيقول من 92% كويس أما لو كان العيان ده عنده إنسداد رئوي مزمن عنده COPD أو عنده type 2 respiratory failure يعني الأكسجين قليل بس ثاني أكسيد الكربون عنده عالي العيان ده بيبقى حساس شوية للأكسجين ولازم ما نرفعش الأكسجين بتاعه جامد فالتارجد بتاعنا أو الهدف بتاعنا في العيان ده بيكون من 88% لـ 92% لإن العيان ده معتمد على الهايبوكزيا أو على نقص الأكسجين ده في التنفس بتاعه وفي التخلص من ثاني أكسيد الكربون بتاعه فأنا لو اديته أكسجين كتير ده هيهبط أو هيعمل depression للتنفس بتاعه وهيزود ثاني أكسيد الكربون في جسمه وده غلط عيان العناية لو 90% يبقى مقبول قوي التارجد بتاعنا في عيان العناية المركزة 90% إيه هي مصادر الأكسجين؟ يا إما تانك أكسجين مسال اللي هو الكبير اللي بيكون في المستشفيات وبيبقى فيه شبكة غازات وفي الآخر بتبقى جنب العيان فتحة بنوصل بيها الفلوميتر يا إما استوانات الأكسجين المضغوط ودي سهل إن احنا نتحرك بيها في الإسعاف مثلا أو في البيت أو حاجة زي كده يا إما مولد الأكسجين اللي انت بتوصله بالكهرباء ياخد الهوى من الغرفة ويولد الأكسجين للعيان وده غالبا بيستخدموا المرضى اللي هم معتمدين على الأكسجين لفترات طويلة بيشتريه في البيت وبيبقى هو مستخدمه طول الوقت تقريبا لكن خلينا احنا في تانك الأكسجين وشبكة الغازات في المستشفى اللي هي موضوعنا النهاردة ويلا بينا نتكلم عن أشهر الأقنعة أو المسكات اللي احنا بنستخدمها في حاجة اسمها low flow devices أول نوع هنتكلم عنه هو النيزل كانيولا النيزل كانيولا اللي هي الأنبوبة اللي قدامك دي بيبقى فيها أنبوبتين صغيرين بيدخلوا في الأنف بتاع المريض وبعدين بنلفها على ودنه بالشكل ده وبعدين بنقفلها لحد رأبته النيزل كانيولا كويسة جدا خفيفة بالنسبة للمريض ومريحة المريض يقدر يأكل ويشرب ويتكلم لأن الفم معلوش حاجة بنستخدم النزل كانيولا دي لو احنا هندي للعيان ده أكسجين بمعدل من واحد لستة لتر يعني هي مناسبة في الوقت ده من واحد لستة لتر في الدقيقة وفي الحالة دي هي بتدي أكسجين للعيان من 24 ل44 في المية بالمناسبة معدل الأكسجين ده بنظبطه ازاي في حاجة اسمها flow meter اللي هو بيبقى جواه بيليا اللي قدامك ده بنفتح الفلوميتر البليا دي بترفع لفوق فبنوقفها عند الرقم اللي احنا عايزينه لو خليناها عند اتنين يبقى معنا كده اتنين لتر في الدقيقة تلاتة اربعة خمسة لحد خمستاشر ولو رفعنا زيادة عن خمستاشر بنقول عليها high flow اللي هو أكتر من خمستاشر فالنزل كانيولا دي كويسة من واحد لستة لتر فقط ما ينفعش اشغالها اكتر من ستة لتر عشان هتعمل مشاكل اكتر بالنسبة للعيان هتسبب جفاف اكتر في الانف ممكن تعمل نسف من الانف كمان في الوقت ده مش هترفع الاكسجين بالنسبة المطلوبة ليك لان كده كده المريض بياخد نفسه من الكانيولا دي ومن الانف ومن الفم كمان وهيبقى يعتبر اهدار في الاكسجين واحنا مش عايزين الكلام ده دلوقتي فلو هتدي للعيان اكتر من ستة لتر يبقى ننقل على ماسك تاني او على نوع تاني من الاقنعة لو هتستخدم النزل كانيولا بمعدل اربعة لتر او اقل من كده مش شرط ترتب الاكسجين اصلا يعني ما نستخدمش الزجاجة اللي بيبقى فيها مية لو هنستخدم النزل كانيولا دي بمعدل قليل اقل من اربعة لتر ما نستخدمهوش خلي بالك من النزل كانيولا بس عشان لا تنتني تتقفل او تتلوي او تتشال من على انف العيان النوع التاني اللي هنتكلم عنه هو سيمبل فيس ماسك الماسك العادي بتاع الاكسجين اللي انت شايفه قدامك ده بيبقى في فتحات كده عشان الشخص لما يجي يخرج الزفير يخرج من الفتحات دي وبيتربط على انف والفم بتاع المريض وبيبقى ليه زي استك كده عشان يبقى محكم شوية على الانف والفم وفي الحالة دي المريض لما بياخد شهيق فهو بياخد نفسه من الماسك ومن الخارج كمان من الفتحات دي ولما بيجي العيان يخرج الزفير الزفير ده بيخرج من الفتحات دي بنستخدم الماسك ده لو هتدي للعيان بتاعك اكسجين بمعدل من خمسة لعشرة لتر وبيدي اكسجين بتركيز حوالي من اربعين لستين في المية ونفس الموضوع بالزبط لو هتدي اقل من خمسة لتر يبقى خليك على النزل كانولا افضل ليه بقى؟ لان انت لو اديته بمعدل قليل الماسك نفسه ده ممكن يبقى باج او ريزيفوار او حاجة بتخزن ثاني اكسيد الكربون لان الفلول اللي جاي مش شديد العيان لما يجي يخرج نفسه مش هيخرج من الفتحات هيفضل موجود في الماسك فالعيان يجي يتنفس تاني هياخد كمية تانية من ثاني اكسيد الكربون فالماسك ده الافضل ليه عشان يشتغل كويس لازم يكون اقل حاجة من خمسة لتر تقريبا واعلى حاجة عشرة لتر برضو لو زودت عن عشرة لتر مش هيبقى مناسب للعيان مش هيديله فايدة اكتر وبالعكس هيكون بنهدر اكسوجين عالفاضي فلو احتاجت اكتر من عشرة لتر هننقل على النوع اللي بعد كده احتاجت اقل من خمسة لتر تنقل على النزل كانورا النوع التالت اللي هنتكلم عنه اسمه بارشان ريبريثنج ماسك بيقولوا عليه بالعربي باجي ماسك باجي او ماسك ريزيفوار عشان هو بيبقى ماسك زي ما انت شايف قدامك كده وفي الاخر في كيس او باج والماسك نفسه بيكون في فتحات برضو عشان لما العيان يجي يطلع الزفير الهوى يخرج من الفتحات دي ولما العيان بيجي ياخد نفس في النوع ده برضو فهو بياخد من المسك وبياخد من الخارج جزء برضو لكن وجود الكيس ده ميزة مهمة جدا جدا لان الكيس ده بيبقى مليان اكسوجين فالعيان لو احتاج نفس عميق فبياخد من الكيس مباشرة وده بيدي كمية كبيرة من الاكسوجين فدي حاجة كويسة لكن برضو بنستخدم المسك ده من 10 ال 15 لتر وفي الحالة دي بيديك اكسوجين لحد 80% لو انت هتقلل عن 10 لتر يبقى ماينفعش المسك ده معك لان انت لو قللت الفلو هيبقى قليل اللي جاي هيبقى قليل في الخارطوم فالعيان لما يجي يدي زفير الكيس ده هيتملي من زفير العيان فهيبقى فيه ثاني اكسيد الكربون كتير وده غلط على العيان العيان هيتنفس ثاني اكسيد كربون كتير فاستخدام المسك ده لازم يكون من 10 لتر فما اعلى لما نيجي نستخدم المسك ده للعيان لازم نملأ الكيس ده اكسوجين الاول قبل ما نحطه على انف وفم العيان عشان ما يتمليش ثاني اكسيد الكربون من تنفس العيان فانت الاول بتملأ الكيس ده عن طريق انك تسد الفتحة الداخلية بتاعت الكيس فالفلو اللي جاي او الاكسجين اللي جاي هيملأ الكيس الاول يعني املأ الكيس الاول وبعدين حطه على انف وفم العيان ويطربط برضو باحكام النوع اللي بعد كده هو وده شبه النوع اللي قبل كده لكن فيه سمامات سمام على الكيس او على الباج او الريزوفوار ده وصمامين تانيين موجودين في الماسك نفسه السمامات دي اتجاه واحد بتخلي العيان لما ييجي ياخد نفسه ياخد نفسه من الماسك فقط ومن الباج او الريزوفوار اللي تحت ده فقط مفيش هوا بيدخل للعيان من الخارج ولما العيان ييجي يخرج نفسه فسمام الكيس بيقفل وصمامين بتوع الماسك بيفتحه فالنفس يخرج للخارج ومفيش ثاني اكسيد الكربون يدخل للباج او للكيس وبكده العيان بياخد اكسجين اكتر ومفيش خلط بهواء الغرفة للأكسجين اللي داخل الماسك ده ايضا بنستخدمه من 10 ل 15 لتر الفلو بتاعه لازم يكون كده المفروض ان يدي اكسجين لحد 100% لكن عشان التسريب اللي بيحصل من تحت الماسك وبعض المشاكل مش بنوصل قوي لمية في المية لازم قبل ما نركب الماسك ده للعيان نختبر السمامات دي ونشوفها شغالة كويس ولا لا يعني تحط صبعك على الصمام اللي موجود على الكيس عشان تشوف الكيس هيملى ولا لا وبعد الكيس مايملى تشيل صبعك وتضغط على الكيس عشان يفضي يبقى كده الصمام شغال كويس كمان قبل ما تركبه على العيان نفس الموضوع لازم نملى الكيس ده بالأكسجين قبل ما نحطه على العيان عشان يبقى جاهز للشغلة مباشرة من عيوب الماسك ده انه لو الاكسجين اتقطع العيان ممكن يحصل له اختناق لان السمامات دي مصممة ان العيان ياخد نفسه من الماسك فقط ومن الباج او ريزفور ده فقط ما بيسمحش ان الهواء يدخل من خارج من هواء الغرفة ما بيدخلش فلازم نخلي بالنا طبعا من النقطة دي وكده يبقى دول الاربع أنواع اللي هما وزي ما قلنا انت لو هتستخدم للعيان بقى بتاعفك او معدل اوكسجين 30 لتر مثلاً اربع لتر يبقى نزل كانولا هتيعلى من خمسة العشر لتر يبقى six هتيعلى اكتر من كده يبقى يائمة و kabul ولو فلو ديفايزيز او الاربعة دول نسبة الاكسجين بتكون متغيرة فيهم يعني معتمدة شوية على تنفس العيان العيان لو خد نفس عميق ممكن يبقى نسبة الاكسجين اللي دخلاله اكتر فهم نسبة الاكسجين مش ثابتة فيهم الى حد كبير في انواع تانية بقى اسمها هاي فلو ديفايزيز زي مثلا اشهرهم الفينتوري ماسك اسمه فينتوري ماسك وده زي ما انتا شايفه قدامك كده مصمم انه يدي للعيان نسبة اكسجين ثابتة في الهوى اللي هو جايله وده ممكن نستخدمه مع بعض مرضى الانسداد الرئوي المزمن او طيب توري سبيراتوري فاليار اللي احنا قلنا عليهم في البداية اللي احنا عايزين اكسجينهم مايعلاش قوي لانه هم حساسين للأكسجين اللي لازم نديله اكسجين بمعدل ثابت لان لو ادينا لهم اكسجين كتير ده هيعمل ديبريشن للتنفس بتاعهم او هيهبط او هيقلل التنفس بتاعهم وبالتالي ثاني اكسيد الكربون هيتراكم في جسمهم فالفينتوري اختيار كويس مناسب في الحالة دي الماسك ده مصمم انه بيبقى ليه قطع بتتركب من تحت كل قطعة بتدي نسبة اكسجين معينة ثابتة ومحددة لانه بيبقى فيها فتحات بتخلط هوا الغرفة بالاكسجين اللي جاي فالعيان مهما خد نفس زيادة او نفس عميق فهي نسبة الاكسجين في الهوى ثابتة وكل قطعة منهم بيبقى مكتوب عليها المعدل بتاعها يعني تشغلها على كام لتر وهتديك اكسجين بنسبة كام فمثلا اللون الازرق بتشغلها على اتنين لتر تديك 24% اكسجين عايز تزود تشيل القطعة الزرقى وتحط القطعة البيضة وتشغلها على 4 لتر هتديك 28% اكسجين احتاج تتزود بعد كده تشيل القطعة دي وتحط اللون الورنج او البرتقالي وتشغل على 6 لتر عشان يديك 31% اكسجين وهكذا اكتر حاجة اللون الاخضر اللي بتشغلها على 15 لتر عشان تديك 60% اكسجين زي ما قلتلك العيان لو خد نفس عميق هيكون القطعة دي بتخلط اكسجين وهوى الغرفة بنسبة ثابتة برضو ويوصل له 60% اكسجين مهما العيان تنفس بسرعة او تنفس بعمق هي نسبة الاكسجين ثابتة اللي دخلاله وخلي بالك اي قطعة تختارها لازم تثبت معدل الاكسجين زي ما هو مكتوب عليها كل قطعة منهم بيبقى فيها فتحات زي ما قلنا لخلط هواء الغرفة بالاكسجين اللي جاي فالفتحات دي ممنوع ان هي تتسد ما تسيبش العيان يحط ملاية عليها مثلا وعشان كده في قطعة تانية موجودة اللي هي قدامك دي لحماية الفتحات دي من الانسداد والمسك ده بيبقى فيه فتحات من فوق برضو فتحات كبيرة لخروج الزفير فيه كمان نوع اسمه هاي فلو نيزل كانيولا ده نوع جديد بس مش متوفر كتير بيقولوا ان بيدي مية في المية اكسجين بس لسه يعني عليه كلامه عليه دراسات اعرفه من باب العلم بالشيء فيه بعد كده السباب وده موسك بيركب على الفم والانف بتاع العيان وبيتربط باحكام جدا وبيتوصل بجهاز التنفس الصناعي بس دي حاجة نان انفيسيف يعني العيان مش بيتركب له تيوب في السباب وده يعتبر مرحلة اخيرة قبل الانتيوباشن وقبل الميكانيكال فينتيليشن او التنفس الصناعي والسباب معناها كونتينيوس بوزيتيف ايروي بريشور تعالوا نتكلم عن الترطيب او الهوموديفكيشن اللي هو بدل ما ندي للعيان الاكسجين مباشرة نرتبه زي موضوع الزجاجة اللي بيبقى فيها مية اللي بنرتب بيها الاكسجين اولا الترطيب مش بنستخدمه الا لو العيان هيحتاج اكسجين لفترات طويلة اكتر من 24 ساعة كمان مش بنستخدمه لو الفلو قليل يعني العيان لو هيقعد اسبوع على نيزل كانولا 4 لتر او اقل مش محتاج ترطيب الترطيب باستخدام البابل بوتل هوموديفاير اللي هي الازازة اللي فيها مية دي مناسب للنزل كانولا ومناسب للسيمبل فيس ماسك اما الهاي فلو ديفايسز فبيبقى ليها مرتبات او اجهزة خاصة للترطيب لكن فكرة الترطيب ككل مختلف عليها دلوقتي وعليها كلام كتير هل هو ضروري هل هو مهم هل هو بيمنع فعلا جفاف الاخشية المخاطية ولا لا فعليها كلام كتير لكنه بيكون مفيد لو في بلغم او تقيلة ولزقة الترطيب ده بيفيد كتير في الحالات دي بعد معرفنا اشهر الاقنعة المستخدمة تعالوا نعرف ازاي نبدأ مع العيان هنركب للعيان ايه بالزبط لو عندك عيان في الاصل طبيعي يعني ما عندوش مشاكل في الرئة من الاساس يعني لكن حصلوا نقص اكسجين لاي سبب زي الكورونا مثلا فالعيان ده لو كان في ميلد دسترز يعني عندو نهاجان بسيط كده والاكسجين بتاعه خمسة وتمانين او اكتر العيان ده ممكن تحطه على النيزة الكانيولا بمعدل مثلا اتنين لتر في الدقيقة لو وصل للتارجت بتاعك خلاص تمام لو لقناه لسه ما وصلش للتارجت اللي هو قلنا تقريبا من اتنين وتسعين لتمانية وتسعين في الحالة دي نزود الفلو ونبدأ نزود لو وصلنا اكتر من ستة لتر في الحالة دي يبقى النيزة الكانيولا مش هتنفع ولازم ننقل على الخطوة اللي هي بعد كده سيمبل فيس ماسك وهكذا طيب لو العيان من الاساس جاي لك بميلد تمودر دسترز يعني العيان بينهج بشكل متوسط كده والاكسجين بتاعه اقل من خمسة وتمانين في المية العيان ده ممكن تبدأ له سيمبل فيس ماسك الماسك العادي وتشغله مثلا على ستة لتر وبرضو تبدأ تزود او تقلل على حسب الاستجابة بتاعة المريض بتاعك يعني لو شغلنا على ستة لتر والعيان لسه هيبوكزك لسه الاكسجين بتاعه قليل نبدأ نزود سبعة لتر تمانية لتر عشر لتر طيب هنختار اكتر من عشرة لتر لا في الحالة دي ننقل على ماسك اخر اللي هو البارشير ريبريثينج ماسك او نون ريبريثينج ماسك طب لو العيان جاي لك بنهجان شديد من البداية والاكسجين بتاعه نازل جامد اقل مثلا من ثمانين سبعين في المية حاجة زي كده في الوقت ده تحط العيان بتاعك على نون ريبريثينج ماسك وتشغل على عشرة لتر في الدقيقة وتشوف استجابة العيان بتاعتك وترفع طبعا اذا احتاج الامر وممكن توصل لخمستاشر لتر في الدقيقة لو العيان بتاعك ما تحسنش ممكن بعد كده نلجأ للسباب مثلا وفي ملاحظة مهمة جدا جدا انك بالاضافة للاكسجين لازم تعمل تمارين التنفس للعيان تعلم العيان تمارين التنفس والنوم على البطن لان دول بيحسنوا الاكسجين جدا وفي فيديو عن النوم على البطن وتمارين التنفس هسيب لك الرابط بتاعه في الوصف اسفل الفيديو اما لو العيان جاي لك في البداية بلايف كريتنينج كونديشن العيان الرست مثلا العيان عنده توقف في القلب العيان عنده نهجان شديد جدا في الحالة دي بتركب نانربريثينج ماسك على خمستاشر لتر في الدقيقة او ممكن هاي فلو وطبعا بتستدعي بقى دكتور العناية ونشوف الموضوع طيب امتى او ازاي اوقف الاكسجين بتاع العيان بتاعي انت حطيت العيان مثلا هنقول على سيمبل فيس ماسك تمانية لتر في الدقيقة والعيان وصل للترجب بتاعه وبقى اكسجينه مثلا اربعة وتسعين او خمسة وتسعين في المية فالمفروض ان كل شفت كل نبطشية ليك بتعدي على العيان بتاعك وتحاول تقلل الاكسجين بتاعه اتنين لتر يعني هو كان على تمانية نخليه ستة ونشوف الاستجابة بتاعته لو كويس يبقى تمام الشفت اللي بعده نقلل اتنين لتر كمان وهكذا فبنفضل نقلل للعيان لحد ما يوصل للروم اير انه يبقى مش على اكسجين ولما يبقى على الروم اير طبعا بنتابع اكسجينه بدقة ممكن لحد 24 ساعة بعد كده العيان بيبقى تمام مش محتاج اكسجين وطبعا في ملاحظة انك كل ما تنزل بالمعدل لازم تغير الماسك للمعدل المناسب بتاعك يعني انت كنت على نون ريبريثنج ماسك 15 لتر فخلاص العيان بقى 7 لتر لا العيان ده ينزل على سيمبل فيس ماسك العيان نزل 4 لتر لا يبقى على نيزل كاميولا وهكذا والعكس صحيح كل ما تحتاج تزود فانت بتغير الماسك على حسب المعدل بتاعك برضه للاستفادة القصوى من الاكسجين والعدم الضرر بالمريض اما لو كان العيان من الاساس عنده سي او بي دي اللي هو الانسداد الرئوي المزمن او تايب تور سبيرات الفيرير اللي هو فشل في وظيف التنفس من النوع التاني اللي هو عنده اكسجين قليل وساني اكسيد الكربون عالي فالعيان ده لو جالك فانت بتدي له اكسجين عن طريق فينتوري ماسك الفنتوري ده مناسب في الحالة دي لو موجود عندك وبتغطار القطع المناسبة على حسب حالته يعني انت شايف انه مودرت دستريزي العيان في حالة متوسطة ممكن تدي له اللون الورنج مثلا البرتوالي وتحطه على ستة لتر اللي هيديك واحد وتلاتين في المية اكسجين وتابع العيان اتحسن الحمد لله لقيته لسه مش متحسن الاكسجين بتاعه لسه قليل عن التارجت اللي انت عايزه اللي هو من تمانية وتمانين لتنين وتسعين تغير القطعة لقطعة اعلى وزود المعدل على حسب القطعة الجديدة لحد ما توصل للون لغدر اذا تطلب الامر ولو كل ده فشل الفنتوري ماسك على القطعة الخضرة ولسه العيان اكسجينه قليل اقل من تمانية وتمانين ممكن في الحالة دي ننقله على النونر بريثنج ماسك ونتابع الاي بي جي بتاعه كويس كل تلاتين لستين دقيقة عشان نشوف حالة ثاني اكسيد الكربون عنده ايه وبرضه كل العيان ما يتحسن نبدأ نقلل نغير القطع للأقل ونقلل الفلو او المعدل للأقل لحد العيان ما يتحسن وما يحتاجش اكسجين او لو من الاساس هو كان في البيت على اكسجين مثلا هو عيان مزمن على اكسجين على طول في البيت ماشي على طول على اتنين لتر في دقيقة يبقى الهدف بتاعنا ان احنا نوصله انه يرجع للطبيعي بتاعه اللي هو اتنين لتر في دقيقة وبعد كده يروح على البيت بتاعه زي ما كان وفي النهاية احب اشكركم يا رب اكون قدمت حاجة مفيدة ما تنساش بقى اعمل لايك للفيديو وشير وشكرا لحضراتكم اشتركوا في القناة